وعلى هامش اجتماع وزراء الخارجية تحضيري شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية والمكونة من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية وقد ناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع إيران ومسار العلاقات العربية معها وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكرت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الايرانيين ضد الدول العربية وعربت عن قلقها البالغ ازاء ما تقوم به ايران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة مما يعيق الجهود الاقليمية والدولية لحل قضايا وازمات المنطقة بالطرق السلمية وطلبتها بالكف عن ذلك كما اعتمدت اللجنة التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء على مستوى كبار المسؤولين بهدف وضع خطة تحرك عربية من اجل التصدي للتدخلات الايرانية في المنطقة العربية وثمنت اللجنة الوزارية رد مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تضمنه خطاب صاحب السمو امير دولة الكويت الى الرئيس الايراني ودعت ايران للتعامل الايجابي مع هذه المبادرة تعزيزا للامن والاستقرار في المنطقة واكدت على ضرورة التزام ايران بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2231 وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة واعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك ايران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى اهمية انضمام ايران الى كافة مواثيق عدم الانتشار النووي ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة